انت كمان مش بتنفق عشان ترفي انت بتشوف احتياجات يعني احنا لما جينا في مدينة نصر والمجلس جاء في مدينة نصر في بداية الدورة اللي فاتت حلل احتياجات الاعضاء انت لازم تحلل الاحتياجات مش بتعمل حاجة زي ما حضرتك قلت احتياجاتنا كان اهم احتياج عندنا بالنسبة لمدينة نصر الجراش كان واحد من الطموحات الكبيرة اللي احنا بقاننا 30 سنة كنا بنطمح ان يكون عندنا جراش داخل اسوار مدينة نصر الحمد لله رب هنا وفقنا في الجراش ويمكن انا برضو هنا حاجز اخد الفرصة دي واوضح حاجة احنا لما بدأنا نشغل الجراش مدينة نصر ده جلنا شركة شركة محترمة جدا اول ما بدأت عملية التشغيل وعرفوا ان الجراش ده هيشتغل احنا جلنا عرض ب500 الف جنيه في الشهر وما نعملش اي حاجة ناخد 500 الف جنيه ونسلموا الجراش هم يبقوا مسؤولين على قدرته بس كانوا عايزين يحملوا في الحقيقة الاعضاء جزء كبير جدا من رسوم الدخول للجراش ودي معادلة ما تمشيش معنا الحاجة التانية كمان انه عايزني اسمحله ان غير الاعضاء يخشوا في الجراش احنا عاملين الجراش ده اسمه جراش مين النادي النادي الاهلي يبقى ده خاص بمين على اعضاء النادي الاهلي ورفضنا في الحقيقة وقمنا احنا قلنا ايه نعمل حاجة كويسة قوي في الحقيقة كان الكابتن محمود ومجلس الادارة قال احنا نشغل الجراش ده تلت شهور تجريبي لحيث ما نشوف التجربة بتاعتنا هتعمل ايه احنا في الحقيقة عملنا حاجة مهمة جدا وانا عرضتها مع حضراتكو بس من منظور اخر تلكو احنا عيننا في الجراش مدينة نصر تسعة وسبعين واحد تسعة وسبعين واحد دولة بياخدوا كام ده بياخدوا كام حد الساءل نفسه تسعة وسبعين واحد دول بيكلفونا مية خمسة وتلاتين الف جنيه في الشهر يعني بيكلفونا في السنة ما يقرب من مليون ونص مرتبات فيه بكلاب الحراسة اللي على اول الجراش لان الجراش مدينة نصر ده يعني له خصوصية شوية لانه في جواره منطقة مهمة واستراتيجية فكان لازم يبقى فيه كلاب حراسة عشان تأمن دخول العربيات دي وده صالح الاعضاء برده خمسة وتمانين الف جنيه في الشهر خمسة وتمانين خمسة وتمانين الف جنيه في الشهر يعني تقريبا بنتكلم في السنة بنعدي النهاردة مية وستين وتمنمية وخمسين يعني بنعدي تسعمائة الف جنيه وعشرة بالاضافة لمليون ونص يعني تقريبا بنتكلم في اتنين مليون وربعمائة الف جنيه تكلف التشغيل غير بقى الاستثمار اللي محطوط فيه جراش مدينة نصر ده كان كم ستين مليون جنيه احنا حطينا الفلوس دي فبالتالي دي كلها خدمة المبلغ. خدمة ده تكليفها كبيرة جدا. ولكن حتى لما جئنا نقوم بعملية التسعير في الأول. حطناها بشكل بسيط جدا. وقلنا إيه ناخد خمسة جنيه. عشان نحقق العدالة ما بين كل الفروع. لأن زايد بيتدفع خمسة جنيه. فإحنا ناخد خمسة جنيه في مدينة ناصر. أول ثلاث ساعات. وكل ساعة بعد كده بجنيه. بحد أقصى عشرة جنيه. بعد ما خلصنا الثلاث شهور التجريبية دي. قعدنا ندرس الموضوع ونشوف التكلفة بتاعت الجراش ده تشغيله ويكون إزاي. لأنه مش هنقدر نستمر كده. القدرات النادي هتستنزف. وفي النهاية الجراش ده مش هتعمل له عملية صيانة دورية. أنت محتاج أن الجراش ده تحفظ عليه. لأنه أصل من أصول النادي والضم خلاص للميزانية. لأنه مشروع انتهى تنفيذه. ففي الحقيقة قررنا المجلس الفترة الأخيرة. إحنا أخذنا الجراش ده تسعير بعشرة جنيه. بس خلي بالكم الميزة اللي احنا حطناها يمكن الناس مش واخدة بالها. العشرة جنيه اللي احنا كنا بناخدها بحد أقصى المرة أيام التشغيل التجريبي كانت مرة واحدة في اليوم. يعني كان ممكن العضو اللي عنده ثلاث أولاد مشتركين في الأكاديميات. واحد في السباحة واحد في الكاراتي. لو خرج خلاص يدفع غيرهم. لو خرج هيدفع غيرهم. احنا خليناها المرة دي عشرة جنيه من الحد ليوم الأربع. طول اليوم تخش زي ما انت عايز. عايز تخش عشر مرات تخش عشر مرات. استخدام متكرر طوال اليوم. فده تعتبر مش زيادة. ده بالعكس ده تعتبر تخفيض لاستخدام الجراش. لأن احنا شفنا أن الزملاء الأعضاء الموقرين. اللي هم احنا في الحقيقة الهدف الرئيسي. أن احنا نحقق خدمة ونلبي خدمات متميزة. ده بالنسبة للجراش. طيب قلنا بقى الأيام بتاعة الخميس والجمعة والسبت. الضغط بيبقى فيها كبير جدا جدا جدا. فهنعمل موازنة ما بين الخميس وبقية أيام الأسبوع مع السبت. ده هنخلي رسم الاشتراك يوم رسم الدخول يوم الخميس. يبقى بخمستاشر جنيه. بحيث أن احنا يبقى لعندنا متوسط تكلفة تقدر. متوسط الإراد بتاع الجراش برضو. عشان يعني. هو ده مهم الناس تعرف. متوسط الإرادة إحنا لما حسبناها عشان الناس برضو فهمة يعني ممكن يتم اتخاذ قرار عشوائي. لا ده قرار ده بيتم دراسته بدراسة مستفيدة بأرقام حقيقية بمتوسطات. إحنا كان عندنا متوسط إرادة الجراش 322 ألف جنيه في الشهر. ده أعلى قرارات جابه في الأربع في شهور. فلما شفنا 320 ألف جنيه. خلي بالك أنه قلت لكم كان جاي لكم؟ يعني أنا كده كمان إيه يعني عندي 100 تقريبا 178 ألف جنيه. يعتبر أنا بأخسرهم. بس دولك كانوا في سبيل مين؟ عضو النادي عشان ما حدش يتحكم في عضو النادي الأهلي ويدفعوا كيرا. ده أول حاجة. فكمان بدفع منهم كام 85 ألف جنيه تكلفة كلاب الحراسة زي ما أنا أقول. تشغيل. تمام وعندي 135 ألف جنيه تكلفة تانية. وعندي خدمات أمنة. طبعا الناس اللي موجودة دي لازم يبقى فيه وسائل تحفيز عشان تبقى موجودة. أي. تمام؟ ده الجراش ده كده احنا مش نقدر نستمر بهذا الشكل. زعت عربيات الجلف اللي بتنقل العضاء. كل ده احنا مش نقدر نعمله. احنا كمان عندنا مرحلة تانية عايزين نطورها. طب ده مش بس كده. على فكرة احنا كمان منعين جميع العاملين في مدينة نصر بما فيهم المديرين. إذا كنت عايز تدخل عربيتك جوة تدفع. فالزملاء طبعا بيوقفوا عربياتهم برا أو بيجوا في عربيات مع بعض. وماشي ويخشوا عشان طبعا تكلفة تبقى بالنسبة لهم كبيرة. وحتى مجلس الإدارة أيضا لما بيخش الجراش بيدفع تمن تكلفة الدخول. ده كده كان موضوع بسيط للموضوع الجراش. فالجراش بالنسبة لنا هو الهدف الأساسي منه خدمة أعضاء النادي الآلي في مدينة نصر. وأيضا خدمة أعضاء النادي الآلي في زايد. ولذلك كان أول القرارات اللي أخذها النادي مجلس الإدارة الموقر في أول جلسة له. هو البدء في مرحلة جديدة لتطوير أماكن الانتظار للسيارات في فرع الشيخ زايد. ده برضو لأنك أنت عملت صلاة جديدة في زايد. وده برضو مهمة. هتزود حركة الأعضاء. فده برضو كان بالنسبة لنا على فكرة. هذا كان معيار مهم في الجائزة. إن إزاي أنت بتتحكي بتقدر تقيس وتوصل لرضى الأعضاء. وإزاي بتاخد القرار اللي يحقق الردى. على فكرة ليس هناك ردى مطلق في صنوعة قرار. يعني الردى بيغطي أو ما تيجي تاخد قرار. أنت بتلبي كل الشرايح اللي عندك في غالبيتها العظمة. يعني تقدر مثلا تقول أنا القرار ده يستفيد منه 90%. لكن في نسبة ضرر على البعض. لكن ما تقدرش تحقق نسب الردى المطلقة إطلاقا في أي قرار. أنت بتاخده بس بتشوف القرار للغالبات. شوفها دكتور بالتجاربة في الآخر الأعضاء بعد شوية. لما بيلاقوا فيه مرضود اللي بيدفعوه والخدمات والكواليتي بتاعة الخدمة. يعني بيترضيهم وتقتنع أن انت بتتحمل معهم. زي ما بتحملوا بتتحمل معهم. حيفهموا الوضع. وإحنا ده حريصين عليه في الحقيقة أن احنا نطور. أنت عشان تطور خدمات رياضية. عشان تطور خدمة رياضية لازم يكون عندك بنية تحتها كويسة. ويكون عندك أفراد قائمين على الخدمة كويسة. يعني زي زي الفرق الرياضية بالضبط. عندك لعيبة كويسة وعندك جاس فني كويسة. أنت بس لقدام كمان. والناس لازم يكون عندك بلعب تدريب كويس. ولازم يكون عندك منشاكة. التشغيل ما تم مش صح. الصيانة مش هتتم صح. عمر الافتراضي بتاع الخدمة. لن يستمر فترة طويلة. وانت مش هتقدر تاخد الخدمة دي بعد كده. الناس ممكن التواقف تقول لك طب ولازم تؤكلا بالحراسة. لا مهم جدا. لا. أنت دلوقتي الدخول والخروج كل العربيات دي كتبرة النادي. كل العربيات دي كتبرة النادي. لكن لما تبقى كلها جوة النادي محتاجة تأمين. بس الشيء الجميل في الحقيقة برضو. يعني وإحنا بنشتغل حتى في الجايزة. إحنا عندنا أعضاء النادي الأهلي في الحقيقة. لهم ميزة يمكن إحنا بنبقى فخرين بيها جدا. إنه هو عضو بناء. مش بتاع نقضها الدم أبدا. يعني أنت طبعا بحكم أنك كنت معي 25 سنة. حاولك حاجة دكتور. معي ورقة كده. لو سمحت لي أن أنا. أنا بسعب بالكلمة دي عايز أوضحها أكتر. أنا اشتغلت مدير في النادي الأهلي وروحت في أكتر من نادي. عضو النادي الأهلي الأكتر. حرصا. لا التزاما بما تقرره الإدارة. وانضباطا في تنفيذ التعليمات. ما بتلاقيش منوأة. لا 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 وبعدين ده بيخش. يعني عضو النادي الأهلي أنا ببقى سعيد جدا. وهو داخل يقول لي إيه أنا عارف أن الوقت مهم بالنسبة لك. فمش أخذ من وقتك كتير. الكلمة دي في الحقيقة بتخليني حريص جدا جدا جدا. سمعه كويس. أنه سمعه كويس وقدم خدمة لعضو النادي. لأنه هو أصلا حاسس بي. آه ده الراجل داخل وبيتلطف وبيتحسس في أنه ياخد منك عدد محدد من الدقائق. عشان يعرض وجهة نظره أو تحدي بيقابله جوه النادي الأهلي. فبيقول لي أنا بعد إذنك يا دكتور. أنا عارف أن الوقت وعارف أن المهم كتير جدا جدا. وعندنا مهم كتير جدا جدا. أنا مش أخذ غير. ففي الحقيقة عضو حريص بشكل. فأنت طبعا بتبقى حريص جدا أنك تلبيله كل طموحاته وكل رغباته. لأنه هو فعلا حريص على النادي وحريص على إدارة النادي.